السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوين مسيرة وأخبار الأهلي اليوم وآخر تطورات إصابة حسين الشحات ومدة غيابه عن الملاعب وصدمة لكلر بعد أزمة مباراة القمة وفشلها في الإقامة في السعودية تركي ألي الشيخ يجهز مفاجأة جديدة إمام عشور يطلق قزائفه استفز الزمالك وسخر من رضا عبد العال وأشاد بالخطيب والأهلي ترتيب الدور المصري قبل مواجهة الناد الأهلي وإمبي في الدور المصري في البداية من ينساش نعمل الاشتراك في القناة وانفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد ولايك للفيديو كشفت التقارير الطبية التي أجراها حسين الشحات اليوم جناح عيمن فريق الناد الأهلي عن إصابته بشرخ في عظام الوجهة بعد أن تعرض لإصابة خطيرة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في اللحظات الأخيرة من المباراة والتي انتهت بفوز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في مباراة الإيابة في ربع نهائي دور أبطال أفريقيا وقد انتقل حسين الشحات من الملعب إلى أحد المستشفيات بعد أن أصيب بارتجاك في المخة فقد على أثره الوعي لعدة دقائق في الملعب وقد نجح الفريق الطبي للناد الأهلي باستعادة حسين الشحات لوعيه وانتقل بعد انتهاء المباراة مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية في أحد المستشفيات للإطمئنان على حالته والتي أكدت الفحوصات الطبية أن هناك شرخا في أحد عظام الوجهة ويحتاج إلى راحة سلبية من التدريبات الجماعية وعلاج قد يصل إلى ثلاث أسابيع ومن المقرر أن يعلن الجهاز الطبي بالناد الأهلي مدد غياب حسين الشحات عن الملعب حيث تأكد غيابه عن مباراة الأهلي أمام إنبي في الدور المصري التي ستقام يوم الاثنين المقبل في الدور المصري الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة حداشر بتوقيت السعودية وأما ترتيب الناد الأهلي قبل هذه المواجهة القوية بين فريقي الناد الأهلي وإمبي في الدور المصري حيث يتصدر ترتيب جدول الدور المصري في فريق الاتحاد السكندري ب27 نقطة يليه إمبي في المركز الثاني ب27 نقطة والمصري 27 نقطة لو نظرنا إلى فريق الناد الأهلي فيقبع في المركز 11 بترتيب 17 نقطة بعد 8 مواجهات وإمبي في المركز الثاني في الدور المصري ب27 نقطة بعد 16 مواجهة وبرامج في المركز الثالث الرابع برصيد 26 نقطة والزمالك في المركز 15 برصيد 15 نقطة بعد 11 مواجهة والتوفيق إن شاء الله للناد الأهلي في مباراته أمام إمبي إن شاء الله كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن تجهيز بطولة جديدة مصرية سعودية خلال الفترة المقبلة وقد أشار تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية أن هناك مفاوضات لإقامة الصوبر المصري السعودي في الموسم القادم ستكون البطولة بين بطل الدور السعودي وبطل الدور المصري بالإضافة إلى بطل كأس الملك أمام بطل كأس مصر وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت جدلا واسعا بسبب وجود أنباء إقامة لقائي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدور في السعودية وأصدر نادي الزمالك بيانا أمس أكد خلاله رفض إقامة المباراة رغم موافقته في بداية الأمر وتمسك بإقامتها في مصر وهو ما جعل تركي آل الشيخ يخرج ويكذب الزمالك ويكذب هذه التصريحات إمام عشور يطلق قزائفه فقد أطلق إمام عشور لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تصريحات نارية خلال ظهوره في أحدى البرامج التلفزيونية تحدث فيها عن الزمالك وسخر من رضا عبد العال مرة أخرى وقال إمام عشور أن رضا عبد العال بيضحكني عندما أستمع إلى ما يقوم به من تحليلات وسبق وقال على نفسه هجاص وهو بالفعل كذلك ولكن أتعجب من هجومه المستمر ضدي وتابع إمام عشور قائلا جماهير الأهلي أصبحت تهتف لي وتلقبني بابن النادي وأنا أخطأت في حق وليد سليمان ولكن اعتذرت له أكثر من مرة وقمت بتقبيل رأسه أمام الجميع في إحدى مباريات القمة وأشار إمام عشور إلى أن منظومة الأهلي هي أكبر منظومة في مصر وأنه أوضح أنه تعرض لظروف صعبة في تجربة الاحتراف في ميتلاند الدنماركي ويتمنى أن ينسى هذا الجزء من حياته وواصل نجمة منتخب مصر إمام عشور حديثه حول إمكانية تشجيع نادي الزمالك في المباريات الأفريقية قائلا أنا الآن ألعب في الأهلي وليس لي علاقة بالزمالك حاليا ولا أشغل بالي به أنا أؤمن بالاحتراف وليس بالانتماء حاليا أتواجد ضمن صفوف الأهلي وقرار انتقالي للفريق لم يأخذ تفكير واحد في المية مني بعد أن تلقيت اتصالا من أمير توفيق وشدد إمام عشور أنه من الصعب عودته إلى الزمالك لأنه أصبح في مكان جماهير نادي الأهلي تحبه فيه وهو كذلك يكن له لهم حبا كبيرا كما أفاد إمام عشور بأن احترافه في متلاند لم يكن كبري للانضمام إلى الأهلي وعند عودته من متلاند تحدث مع الزمالك للانتقال إلى الفريق ولكن الإدارة لم تقدره وتجاهلته واستطرد إمام عشور قائلا بأن عندما حاولت الإدارة التحدث معه مجددا كان قد أتم اتفاقه مع الأهلي قائلا إلي اشتراني اشتريته واختتم إمام عشور بأن محمود الخطيب عقد جلسة معه عقب انضمامه مضيفا عدته بالحصول على دور أبطال أفريقيا ولا يوجد شخص في مصر لا يعرف أن الأهلي له نظامه وتقاليده هذه تصريحات إمام عشور في أحد البرامج التلفزيونية التي ظهر فيها أمس أجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في حجز تذكرة نصف نهائي دور أبطال أفريقيا ليلاقي ويقابل الفائز من مازينبي الكنغولي وبترو أتليتوكو الأنجولي وهذه المباراة ستكون اليوم حيث يستضيف بترو أتليتوكو الأنجولي نظيره مازينبي الكنغولي الساعة 6 مساء اليوم السبت في إياب ربع نهائي دور أبطال أفريقيا وقد سقط فريق مازينبي في فخ التعادل أمام ضيفه بترو أتليتوكو الأنجولي في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي في مباراة إذهب قدم فريق مازينبي وبترو أتليتوكو مباراة جيدة على الجانب الهجومي لكن كان ينقصها الأهداف من جانب الفريقين يمكنكم متابعة مباراة بترو أتليتوكو الأنجولي ومازينبي الكنغولي الساعة 6 مساء اليوم في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر